أكد نائب الوزير الأول الصنغافوري خلال زيارته لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر أن بلاده تتطلع إلى تعميق علاقاتها مع المغرب في المجالين الاقتصادي والتقافي وإلى تقاسم التجارب وعبر في ختم زيارته لمعرض كنوز الإسلام في إفريقيا من طنبوكتو إلى زنجبار عن إعجابه بمصار الإسلام وتأثيره في القارة الإفريقية نأمل في تعميق العلاقات بين المغرب وصنغافورها ونحن سعادة لأن المغرب يولي مزيد من الاهتمام لرابطة دول جنوب شرق آسيا ودول الشرق ونؤكد هنا على الرغبة التي يوليها رجال الأعمال بصنغافوره إلى فرص الأعمال والاستثمار بالمغرب ومكنت زيارة المسؤول الصنغافور رفيع المستوى إلى المغرب من إجراء محادثات حول الدبلوماسية التقافية وكيفية تطويرها ويأتي تنظيم معرض كنوز الإسلام في إفريقيا من طنبوكتو إلى زنجبار بمبادرة من أكاديمية المملكة المغربية ووزارة التقافة والشباب والرياضة والمؤسسة الوطنية للمتاحف ترجمة نانسي قنقر